طبعا الآن لو كان أمامنا ملحد سوف يصدم بهذه الدراسة لن يستطيع أن ينكرها لأنها موجودة جامعة هلسينكي موجودة والدراسة موجودة وجدت أن هذا الملحد يقول عكس ما يبطن ماذا فعلت؟ أخضرت بحدود عشرين ملحد وأخضعتهم لتجربة بسيطة جدا وضعت أجهزة من ديانات مختلفة أم نصر ملحدين ربما خلفياتهم الخلفيات الدينية ربما تكون مختلفة ولكن يشتركون في الإلحاد عقيدة الإلحاد أي إنكار وجود الخالق عز وجل وضعت أجهزة لتحسس الجلد قياس درجة الحرارة قياس الموجات التي يطلقها الدماغ قياس نبضات القلب ضغط الدم غير ذلك مجموعة من الأجهزة تعطيك ماذا يحدث داخل الملحد عندما نقول اسم الله تعالى تحديدا تحديدا الله تمام عندما تصوره الكاميرات لا ترى أي شيء ولكن الأجهزة تقول عكس ذلك ترصده نعم طبعا أن ذكر اسم الله عندما يتم أمام هذا الملحد يتوهج في دماغه مركز الخوف لا إله إلا الله هناك مراكز في الدماغ خاصة بالكذب مركز للرؤية مركز للسمع معروف يعني تركيب الدماغ هناك مركز للخوف عندما يخاف الإنسان ينشط يتدفق الدم بسرعة لا إله إلا الله وهذا ترصده أجهزة المسح برانين المغناطيس الوظيف لما يسمعون كلمة الله الله ينشط مركز الخوف في الدماغ ينشط مركز الخوف وبالتالي فإن هذا الملحد يخاف قالت بالحرف الواحد إن الملحد أو الملحدين يقولون عكس ما يبطنون في نفاق داخلهم نعم وقالت أظهرت نتائج البحث والتجربة أن هذا الملحد عندما يذكر أمامه اسم الله وبخاصة عندما نقول له إذا كان الله موجود أدعو على نفسك مثلا أن يهلك الله أباك أو أخاك أو ابنك مثلا فكان يتوهج بشدة مركز الخوف أو ينشط فقال الملحد في قرارة نفسه يؤمن بالله ولكنه ظاهريا يجحد وجود الله الله عز وجل قبل أربعة عشر قرن ماذا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه الله صور لنا الله صور لنا سبحانه وتعالى الحقيقة النفس البشرية هذا ليس بمقدور محمد صلى الله عليه وسلم أن يصور لنا أعماق هذا الإنسان الذي ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ترجمة نانسي قنقر